قال تعالى قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين هنا وما علمتم من الجوارح أي وصيد ما علمتم من الجوارح الصيد الذي اصطادته الجوارح الجوارح الكواسب الكواسب يعني ممكن واحد يعلم كلبا كيف يصطاد فالكلب يسمى جارح جارح أصلها الكاسب الذي يأتي بمكسب لمن لصاحبه عفوا فالكلب المعلم أطلق عليه جارح والصقر المعلم أطلق عليه جارح والنصر المعلم أطلق عليه جارح فالأشياء الجوارح معناها الكواسب يعني الطيور أو الحيوانات المعلمة المضربة للصيد التي تأتي بمكسب تصطاد لأصحابها تسمى الجوارح ومن هذا المعنى والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما كسبتم من أعمال بالنهار فالجوارح ويطيور الجوارح النصور الجوارح السقور الجوارح الكلاب الجوارح الكواسب التي تكتسب ترجمة نانسي قنقر